من الطين والماء من عرق الأرض ينبت اليمني الفلاح جيلا بعد جيل وعلى هيئة حقول خضراء تشب مواسم الحب في العيون إنه اليمني المعتق برائحة الأرض ومصدر عزيمته دوما حقول الزرع والزهر هنا في الجوف يحيي المزارعون أراضيهم الشاسعة بعد أن ضربتها رياح الحرب الطويلة ومحاولات تجارها خلال الأشهر الماضية حرمانهم من حصة المشتقات النفطية التي توفرت مؤخرا لمضخات المياه في هذه المناطق الزراعية الخصبة كانت مزارعنا موقفة وإذا الحين يمرت الدازل شغال الحمد لله ورد من الحكومة دعمنا تعد الجوف أحدة من أخصب المحافظات اليمنية زراعيا حيث تتنوع المحاصيل في أوديتها ليس أقلغ القمح لكنك غنية أيضا بزراعة الخضروات والفواكه في أنواعها لتبدو هكذا أشبه بلوحة تشكيلية جذابة وبرغم هذا التنوع الجمالي الذي تظهر به الطبيعة الخلابة في محافظة كالجوف إلا أن حاجة المزارعين لتشجيع الدولة واحتمامها بالقطاع الزراعي في هذه المحافظة ودعمها بالمعدات والأدوات الزراعية فضلا عن افتتاح الأسواق المركزية التي تمكن المزارعين من تسويق محاصيلهم نحتاج إلى أسواق لتدعمنا مثل ما تقول أسواق نسوق فيها نسوق ونحن آمنين للمحصولنا لزراعتنا لكل المنتوج الذي نحن فيه ونشتي من الدولة المساعدة تساعدنا في المعدات يأمل المزارعون هنا بأشياء كثيرة من شأنها ضمان استمرارية نشاطكم الزراعي الذي يعتمد بشكل رئيس على المياه الجوفية في باطن الأرض لكن مخاوفهم تتزايد من توقف حصتهم من المشتقات حيث يتلقون التطمينات لكنها لا تخفف من قلقهم وتلك هواجس ليوميات الفلاح العادي نطمئن المزارعين ونطمئن المواطنين أن مادة الدائزة سيستمر وسيكون استمرارية فيها ولن تنقطع حتى تتوفر الزراعة وحتى يتوفر الاكتفاء الذاتي هكذا يبدو التوجه الرسمي ومطمئنا للفلاح في مهمة تمكين الأرض من العطاء وإنتاج المحاصيل الزراعية التي تعد الركيزة الأساسية ومصدر عيش الكثير في هذه المرحلة الصعبة والأكثر تعقيدا في عموم البلاد لتبقى أمنية اليمنيين في الخلاص من واقع الحرب وتبدأ رحلتهم بالعودة إلى أرضهم الزراعية الطيبة وتعهدها بالماء والعرق وبأيديهم المتشابكة كفا بكف علي الجرادي قناة بلقيس الجوف شكرا